وبعيداً عن سد النهضة هنتكلم النهاردة عن إثيوبيا لكن بعيداً عن سد النهضة هنتكلم عن إثيوبيا الدولة الإفريقية التي يحدث فيها صراعات عرقية والتي يحدث فيها قتال داخلي والمعرضة إلى واحدة من أسوأ المجاعات في القرن الحالي إن لم يتم تدارك الأمر هنتكلم عن إثيوبيا الدولة التي يقع معظم سكانها ما يزيد عن 70% من سكانها تحت خط الأرض تحت خط الفقر هنتكلم عن الدولة الأفريقية التي لا تمتلك الموارد والتي لا تمتلك الحد الأدنى من الإنفاق على المشاريع القومية والدولة المهلهلة داخلياً والمحكومة بسلطة فاشية ثابت قدام العالم كله خلال الشهور اللي فاتت ما يفعله أبي أحمد وجيش وحكومة أبي أحمد مع إقليم تجراي آخرهم كان رد المتمردين أو الشباب والمقاتلين في إقليم تجراي على جيش أبي أحمد واللي استطاعوا الانتصار على الجيش النظامي لأبي أحمد من يتأثر من هذه الحرب؟ يتأثر من هذه الحرب الحرب الدائرة بقالها أكتر من 8 شهور في إقليم تجراي المواطن الذي يعيش في هذا المكان واللي معرض زي ما قلت لحضرتك للمجاعة واللي تم إيقاف التعليم وكل الأنشطة وكل المصالح الحكومية وكل الخدمات في هذا الإقليم خلال 8 شهور فاتت أيضا يدفع التمن أصحاب الشركات والمصانع في إقليم تجراي منطقة صناعية داخل هذه المنطقة الصناعية هناك ما يسمى بالمنطقة الصناعية المصرية فيها أكتر من 7 شركات شغالين في هذا الإقليم معظمهم شغال في التعدين والصناعات الغذائية بعد حرب على إقليم تجراي خلال 8 شهور اللي فاتت تم إغلاق هذه المصانع تكبدت الشركات المصرية خساير تصل إلى 40 مليون دولار بسبب حرب الحكومة على هذا الإقليم النهاردة وبعد 6 شهور من محاولة الحصول على مستحقات هذه الشركات ما بين السفارة المصرية والسفارة المصرية وأدس أبابا الشركات المصرية لديها استثمارات في هذا الإقليم تصل إلى 750 مليار دولار 750 مليون دولار استثمارات مصرية في هذا الإقليم حصل خلال الكام شهر اللي فاتوا 40 مليون خسائر من هذه الاستثمارات قررت الشركات المصرية لما السفارة بتاعتنا والحكومة بتاعتنا ما قدرتش تجيب حقنا تحس كده إن إحنا لما بنخش مع أسيوبيا في أي مناطحة هم دايما فيزين علينا تحس إن دايما إيديهم أعلى مننا أو خطواتهم أسرع مننا رحنا لمجلس الأمن في قضية سد النهضة كانوا هم مرتبين حالهم والعالم كله وقف معاهم لنا فلوس عندهم قالوا لنا ما لكمش حاجة عندنا والصفارة المصرية في أدس أبابا على مدار ست شهور ما قدرتش ترجع حق المصريين أصبح أصحاب المصانع ما قدامهمش حل غير اللجوء للمحكمة الدولية فقررت الشركات صباح اليوم نقلا عن رئيس المنطقة الصناعية المصرية في هذا الإقليم على السقطي واللي قال أن المصانع المصرية المستثمرة في أثيوبيا بعد هذه الخسائر قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوقها الضائعة في أثيوبيا والتي لم تستطع الصفارة والخارجية المصرية ارجعها عن طريق الخطوط والقنوات الدبلوماسية هذه الخسائرات المصرية المصرية للمحكمة الدولية